ليل الجمعة الثامن من أذار 2019 هز انفجار عنيف منطقة مكتظة بالمارة في شارع المثنى بالجانب الأيسر من مدينة الموصل فعقبت الأجهزة الأمنية بأن التفجير كان بسيارة ملغومة استهدفت موكب مدير الأمن الوطني في نينوى وأودى بحياة امرأة وعنصر أمني وأكدت أنها فتحت تحقيقا بالحادثة التحقيق في مثل هذه التفجيرات لن تجد نتائجه طريقها إلى النور على الأرجح خصوصا أن الحادثة هو الثاني خلال أسبوع تقريبا بالتزامن مع صراع محتد بين الجهات السياسية في المدينة وسطوة مهيمنة لفصائل ميليشيا الحجد المتهمة بالضلوع بالتفجيرات على لسان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان جاء الاتهام لجهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة مؤكدا أن هناك أطرافا لا تريد استقرار نينوى وتعمل على زعزعة الوضع بأي شكل من الأشكال مراقبون للوضع في الموصل ربط الخروقات الأمنية المتكررة بفتح ملفات الفساد والأموال المهدورة التي نخرت المحافظة لتعتبر النائب عن محافظة نينوى بسم بسيم أن محاولة إسكات الأصوات تأتي أحيانا على شكل ملغومات ورسائل التهديد غوص أعمق في الملف يحيل إلى الأيد الفاعلة فبمعزن عن التصفيات السياسية تجب الميليشيات المتنفذة أموالا من مطاعم ومصانع وشركات المدينة وتكون رسائل السيارات الملغومة عادة وسيلة الرد على من يعترض بحسب ما أكده مسؤول حكومي في الموصلة وكالة سبوتنك الروسية كانت قد نقلت عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه أن التفجيرات الأخيرة في الموصل لا تحمل بصمات تنظيم الدولة بل الفصائل المسلحة المنتشرة في المدينة ويوضح المسؤول أن تلك الميليشيات تستنزف اقتصاد المدينة بتهديد أصحاب المطاعم والمعارض والشركات بل تعد الأمر إلى استهداف القضاة النزاهة والجمارك إن حاولوا فتح ملفات تهريب النفط التي تعود للميليشيات مستشهدا باستهداف القاضي عقلالجحيشي قاضي جمارك المنطقة الشمالية وكأن الموصل كتب عليها الشقاء إن لم يكن بقنابل الطائرات فبنار ملغومات من محدت لهم السيطرة على أم الربيعين بخريفها المستمر ترجمة نانسي قنقر